اشتركوا في القناة هنبدأ حلقتنا النهاردة بس الأول عايزين نسترجع مع بعض اللي قولناه في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على التوافق قولنا ان هو مستمد من علم الأحياء وقولنا ان احنا اصبحنا محتاجين ليه نظراً لتغير الظروف الاجتماعية والنفسية المحيطة بينا بعد كده اتكلمنا على التوافق النفسي الفردي والتوافق الاجتماعي بعد كده اتكلمنا في حالة الفشل في التوافق بيتعرض الانسان لخبرات غير صارة اتكلمنا منها على الاحباط واتكلمنا منها على الصراع النهاردة هنشوف نتائج الاحباط والصراع ومدى تأثيرها على الانسان قبل ما ننتقل الى الخبرة السلبية الثالثة وهو القلق طيب نبدأ حلقتنا مع بعض النهاردة ونشوف محتويات الحلقة اول حاجة هنتكلم عنها هي نتائج الاحباط والصراع تاني حاجة هنتكلم عليها هي القلق او القلق نيجي مع بعض ونبدأ مع نتائج الاحباط والصراع يرتبط الاحباط والصراع بحالات فعالية غير صارة زي القلق والتوتر ولكن وصول الانسان الى هذه الحالة بيعتمد على مجموعة من العوامل اول عمل معايا ايه؟ اللي انا اساسا مش مقتنع بيه وانتو وانا بشرحه هتقول لي يا مستر احنا مش مصدقين انا معاكو اولاد وهنقول ايه هو دلوقتي اسمه نوع العائق بتتوقف نتائج الاحباط والصراع على نوع العائق اللي تعرض ليه الانسان يعني العائق دا لو صعب وهيسيب معايا اثر هيسبب لي احباط كبير هو دا اللي عايز يوصله لي في المعنى لكن لو عائق بسيط وسهل التغلب عليه اكيد الاحباط لارجة الاحباط هتقل طيب هو هنا بيقول تتوقف نتائج الاحباط والصراع على نوع عائق الذي يتعرض ليه الفرد طب لغاية دلوقتي يا مستر عادي لكن هو أداني مثال قال لي إيه طريقة الاستجابة للصراع خلقي زي الغش في الامتحانات وما يصاحبه من شعور بالزنب أكيد هتختلف عن الاستجابة لعائك اقتصادي هو أفترض هنا أن الغش في الامتحانات بالنسبة لك هيخليك تلوم نفسك وضميرك يوجعك وتزعل من نفسك طبعا أنا أتمنى ده يحصل بس في الواقع ده مبيحصلش لكن أنا هنا بقول هو بيتكلم على الصراع الخلقي يعني الغلطة اللي أنت كنت عملتها دي لو كانت غلطة كبيرة قوي 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 أكيد هتسبب لك إحباط لكن لو حاجة بسيطة سهلة تصلح مش هتسبب لك إحباط هو عايزة تصلح لك كده عشان كده قال لك إيه أما الاستجابة لعائك اقتصادي زي نقص الدخل أعتقد ده سهل التغلب عليه لأن أنت ممكن تزود عملك أو تروح لعمل إضافي أو تغير العمل نفسه وتقدر تزود إيه دخلك يبقى أول عامل هيتوقف عليه مستوى ودرجة الإحباط والصراع عندي هو نوع العائق تاني عامل معايا هو الخبرة السابقة أكيد مهمة خبرتي السابقة في التعامل مع مواقف الإحباط والصراع هتحدد درجة إحباطي إزاي لو سبق لي مواجهة نفس المواقف من قبل وتعرضت لنفس العوائق وقدرت تغلب عليها لو وجهتها هيبقى سهل جدا التخلص من الإحباط لأن أنا عندي خبرة سابقة لكن لو كنت أول مرة أقع في الفشل يعني مثلاً لو واحد جاله ملحق وهو أساساً جميع سنين دراسته ما كانش بينجح ألا بالدور التاني فدرجة زعله أو إحباطه مش هتبقى كبيرة على عكس واحد مثلاً طول عمره متفوق 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 وفجأة جاله ملحق ما هندوش خبرة سابقة كده ويحس إن السنة هتروح منه أكيد درجة الإحباط هتبقى إيه؟ أعلى طيب هنا المرء لو كان تعرض في الماضي لخبرات نجاح ساعدته على مواجهة هذه العوائق أكيد هيبقى درجة سقطه بنفسه أعلى ده بالنسبة للخبرة الإيه؟ السابقة تفسير الشخص للموقف بتتوقف درجة شدة العائق وخطره على مدى شعور الفرد التهديد والذاته من ناحية ودرجة تأدير الشخص لنفسه وذاته من ناحية أخرى الفشل في الانتحانات ممكن يفسره أحد الطلاب أنه عائق مؤقت يقدر يتغلب عليه طالب فشل في الانتحان بس هو عارف ووثق في إمكانياته وعارف أنه ما ذاكرش ولو ذاكر بسهولة هيقدر ينجح هنا الشخص ده تأديره لذاته مرتفع يبقى درجة إحباطه هتبقى أقل لأنه يبقى عنده فقدان ثقة بالإيه؟ بالنفس رابع حاجة معانا هي طبيعة الدافع يعني إيه طبيعة الدافع؟ الدافع ده أولي أساسي مهم عندي ولا سانوي؟ وهنوضح وهندي مثال جميل تؤثر طبيعة الدافع في نوع الاستجابة التي تصدر عن الفرض اللي بيعاني من خبرة الإحباط والصراع قال لك إذا كان الدافع سانوي فإن الشخص لا يستجيب إلا بشعور خفيف بالضيق أما إذا كان أساسي هيبقى فيه توطر منعه أنه هو يكون طويل الأمد طب مثال يا مستر أنا دلوقتي مستني مباراة الأهل والزمالك ده اعتوري الرجل بحب الكورة والكهرباء قطعت أكيد ده أبقى مش على بعدي طب واحد كان هيتفرج معي على المباراة بس الكورة بالنسبة له مش أساسية كهرباء قطعت عادي هيتدقى شوي بس مش يبقى زي خامس حاجة عندي إمكانية إشباع الدافع بيتوقف القصر الناجم على الإحباط والصراع على الإمكانيات المتاحة لإشباع الدافع أو الفرص اللي الفرض يقدر من خلالها يحقق هذا الدافع لو كان الدافع إلا أنا ما قدرتش أوصله حاجة ما بتتكررش كتير وراحت علي الفرصة أكيد نسبة الإحباط عالية لكن لو كان بيتكرر أكيد نسبة الإحباط تبقى أقل طب ادينا مثال طالب جاله منحة أن يكمل دراسته في أمريكا أو في اليابان وراحت عليه المنحة بسبب ورقة نقصة والمنحة دي مش هتجله تاني يعني حاجة كده حصلت بالصدف أكيد الإحباط هيبقى كبير جدا لكن لو طالب فاته مرة بس عارف أنه كل إسبوعين فيه جامعة بتطلب وهو أساسا إمكانياته مقاهلة وورقه مستوفي أكيد هيزعل أن فاتته المنحة بس مش بنفس زعل الشخص يعني الفرصة لو جات لك مرة واحدة بس وضعت عليك نسبة الإحباط هتبقى عالية لكن لو الفرص كانت كديرة قدامك نسبة الإحباط هتبقى أقل ده بالنسبة لنتائج الإحباط والصراع هنيجي نتكلم على القلقة كل ما جاء أشتغل الدرس ده أفتكر حدثة حصلت عندي في المدرسة لبنت للأسف توفت العام الماضي مش السنة اللي فاتت دي هي أكبر من نقم سنتين في مادة الفيزياء الخوف الشديد اللي كان عند البنت خلاها وهي طالع على السلم فقدت الوعي وعلم الإسعاب جدا كانت فقدت الحياة ده بسبب إيه؟ بسبب القلق الشديد الخوف المبالغ فيه هتقول لي يعني ما نقلقشي هاولك لا إقلق بس تابع معايا الدرس ده لأنه مهم القلق هو حالة من التوتر الشامل المستمر اللي بيتوقع فيها الفرد خطر أو تهديد قد يكون هذا الخطر واقعي وقد يكون رمزي يعني ممكن يكون من شيء موجود أو ممكن شيء أنا متوهمه بيبقى مصحوب بأعراض جسمية وفيسيولوجية وانفعالية زي ما هنشوف دلوقتي بيتصف القلق كخبرة ذاتية للفرد بمشاعر الخوف يعني بيصاحب القلق مشاعر خوف وتوقع مصايب زي الموت زي المرض زي الحوادث من غير ما يبقى فيه سبب موضوعي لكده يختلف القلق عن الخوف ليه؟ الخوف شعوري له مصدر خارجي معروف أما القلق فهو لا شعوري الخوف ممكن يكون من الحيوانات من الضلمة من دكتور السنان من إجراء عملية لكن القلق بيبقى غالبا غالبا لا شعوري وأسبابه غالبا بتبقى غير واضحة نيجي نتكلم على مظاهر القلق اللي تكلمنا في أعراضه من الناحية الجسمية الفيسيولوجية القلق بيظهر في شكل أعراض زي زيادة سرعة ضربات القلب الطراب المعدة إسهال بيدخل الحمام كتير عرقان يبقى بيبان عليه مظاهر إيه؟ جسمية تاني حاجة الأعراض الإيه؟ الإنفعالية بيرتبط القلق بفقدان التركيز الإجهاد التعب بدون مبرر بروضة الأطراف القرق مش جايله إيه؟ نوم هنضرب مثال وهنوضح للوقت من الناحية المعرفية القلق بيسبقه أو بيتزامن معاه إدراك وتوقع مستمر للأخطار يبقى دايما للإنسان متوقع حدوث شيء سيء أو مكروه آخر حاجة معانا النهاردة مستويات القلق اللي أنا لسه هقولك عليها بيجي لك في الامتحان أربع اختيارات في واحدة منهم ما تخترهاش اسمها القلق المتزبزب أنت يا أم أنت يا أم عندك قلق مرتفع يا منخفض يا معتدل المعتدل ده كويس المنخفض ده وحش المرتفع وحش هتحط تقصد كل واحد منهم كلمة القلق المنخفض عندك لا مبالع سكة زيادة في النفس هتفقدك التركيز القلق المعتدل عندك توقع وخوف بسيط ميخليك مركز فبيقوي نشاطك العقلي يبقى كويس لبنجلك عبارة تحس أن أنت منها اهتميت ده كويس الألق المبالغ فيه هيسبب لك خوف شديد وفقدان للتركيز وجمود في التفكير وهيدرك في التركيز يبقى أنا بتكلم على ثلاث مستويات الأولاني هو الألق المعتدل هو القلق الدافعي والميسر والصحي اللي بيؤدي إلى حل المشكلات والإبداع وده بيسهل عمليات التعلم والتواصل أكيد أي حد فينا مهما بلغت ثقتك بنفسك أكيد لما تبقى مقبل على امتحان ما تخشش ثقة ثقة مطلقة كده برضو يكون عندك درجة من درجات الألق البسيط اللي تخليك تستعاد تعمل حسابك طب الألق المنخفض الثقة الزائدة في النفس اللي بيخلي صاحبه يشعر باللا مبالاة والكسل والإهمال وعدم الرغبة في الإنجاز أدي لك مثال يفرق بين الاثنين الألق المعتدل منتخب مصر أياما كان قوي مع المعلم حسن شحاطة وكان أما خد ثلاث بطولات إفريقيا وراح لعب في كاس العالم للقراط كان منتخب مصر مقبل على مباراة مع أقوى فريق في العالم وهو البرازيل طبعا لعيبة مصر كانوا ألقانين وخايفين دي البرازيل الخوف والتوتر الشديد في الشوت الأول من المباراة خلاهم خسروا الشوت الأول ثلاثة واحد في الشوت الثاني لما اللعبة هديت نفسيا وقت مركزة قدر منتخب مصر يقدم أفضل شوت في تاريخه ورغم أننا خسرنا المباراة في النهاية أربعة ثلاثة اللي أن نتيجة الشوت الثاني ثلاثة اثنين لنا وكنا أفضل ثاني مباراة بقى فيه ألق معتدل برضو وتركيز لعبنا منتخب إيطاليا وده كان بطل العالم بالتركيز الشديد من لعبتنا قدرنا نفوز على إيطاليا واحد سفر ثالث مباراة كنا بنلاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أضعف فرق المجموعة أمريكا خسرانة من إيطاليا أربعة وإحنا كسبنا إيطاليا أمريكا عشان تصعد مكاننا لازم تكسبنا ثلاثة صفر وده مستحيل في الكورة قياسا على مستوى منتخب مصر وقتها ومنتخب أمريكا مستحيل حتى أن أمريكا تتعادل مع منتخب مصر ولكن اللعيبة كان عندها ثقة مفرطة إحنا اللي قطعنا البرازيل إحنا اللي قطعنا إيطاليا وكسبناها نطش أمريكا تبين نسبة لنا نزها فنزلوا اللعيبة في حالة من الاسترخاء يعني الكابتن حسن شحاتا بعد المباراة قال اللعيبة فقط ضد التركيز اللعيبة في مطش البرازيل وفي مطش إيطاليا كان كل واحد منه هو نزل الملعب مشغل الووكمان على أغنية أي أغنية وطنية عنده يعني كان مركز بيحسن مبثل بلده لكن في المباراة الثالثة عشان اللعيب ضامن فكان اللي بيسمع عشرين اللي بيسمع تامر حسني اللي بيسمع عمر الدياب داخلين فكين فكان عندهم ثقة زيدة الثقة زيدة دي سببت لا مبالاة ده القلق المنخفض اللي أنا بقول عليه فأنت ممكن تكون داخل مادة أنت مليئ دك منها قوي فتقول إيه بالليل لا خلاص بقى المادة دي في جيبي فما اهتمتش بيها ففقدت التركيز أكيد لازم تحترم المادة يبقى أنا بطلب منك درجة من القلق بس في مستوى معين ليه؟ لأن أنا عندي بعد كده القلق المرتفع إذا زاد القلق عن حده هينقلت لإيه؟ لضده إزاي؟ ارتفاع مستوى القلق بيؤدي إلى عصبية استصارة خفض للوظائف المعرفية فقدان للتركيز جمود وشلل التفكير وعدم القدرة على اتخاذ القرار وبيؤدي إلى شعور بالعجز والكفاية وقلة الحيلة طب أفكرك؟ كم واحد منكو دخل الانتحان وقابله وهو خايف قوي وقابلك سؤال واقف معاكو مش قادر تعمل فيه حاجة ومخك خلاص تشل وبمجرد ما سلمت الورقة افتقرت أكيد كلكو ومعظمكو مر بكده هنا القلق كان مرتفع قلقك وخوفك الشديد هو اللي وصلك لكده طب كم واحد منكو دخل الانتحان ووصلك في نفسه وبعد ما طلع لقى نفسه نسي سؤال أساسا وسؤال سهل أخدش باله منه في الورقة برضو بعضكو عبدا هنا كان عندك استهتار كان قلقك منخفض عشان كده والجزء ده مهم جدا انت كطالب وانت بتذاكر ادي المادة حقها ما تبالغش في خوفك من مادة هتقدر تتفوق وهتقدر تجيب فيها بالدرجة النهائية بكده نبقى انتهينا من الفصل الثالث في الوحدة الأخيرة علم النفس إلى اللقاء في الحلقة القادمة وآخر حلقات شرح مادة علم النفس أساليب حل الصراعات ومواجهة الإحباطات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته